مانا لو عارف ان الحاجات دي غلطت كنت اتفادتها والتطور بتاعي كانت دراف اتنين لكن الحمد لله قدر الله ومشاء فعل قلبك عامر بالايمان لحلقة النهاردة هقولك على خمس غلطات عملتها اول ما ابتديت لو كنت عارف انها غلط كنت اتفادتها والتطور بتاعي كان اسرع بكتير فانا عايز اقولها لك عشان تتفاداها لو انت لسه بتبدأ فجاهزيني وحوش انفورما يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسين سيد وحلقة جديدة من انفورما طبعا السؤال اللي هيتسئل لي دلوقتي في الكومنتات ايه عم انفورما فينك فين الفيديوهات الطويلة بتاع الزمان بقى لك 3-4 شهور ما بتنزلش فيديوهات طويلة حايز اقولك اني كنت فقت الشغف من ناحية الفيديوهات الطويلة جدا وكنت زعلان جدا 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 مش قادر ومحتاج حاجة تفرح لحد صاحب اسم حسين انفورما تعبان ومكسل انزل اتمرر نقول له حاجة عشان تفرح يا حسين يا حسين يا حسين لحد ما لقيت الكليب ده وفرحته وقلت لازم اكمل الفيديوهات الطويلة عشان وحوش انفورما دولت اللي بيتفرجوا على يد الوقتي فلو بتتفرج على يد الوقتي ما تنساش اللايك تحت الانفورما حبيبة عشان تديره دفع انه هو يكمل في الفيديوهات الطويلة اللي انتو بتحبوها كمان ما تنساش دولاري سبسكرايب احنا 850 الف تقريبا فعايزين نوصل للمليون فاقل من شهر وحوش انفورما قدها قدها يا وحش انت وهو يلا دوس على السبسكرايب ما تكسفنيش بقى عدل وشتي ليه وعشان النهاردة انا جاي اديك الخلاصة بتاعتي وخلاصة الخبرة بتاعتي وخمس غلطات انت متغلطش فيهم لو لسه هتبدأ جيم او انت في رحلتك دلوقتي عشان هينجزوا عليك الدني مينيو الخمسة حبيبك انت زبطنا بقى كمان نوعا اه 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 اتبسك يا سيدي وخلينا نبدأ حلقة النهاردة بالغلطة رقم 5 الغلطة رقم 5 وهو اختيار الوسيلة الغلط للوصول للهدف بتاعه يعني ايه الكلام المجعلت زي انفورما ترجم يا مسعور زي ما انتو عارفين انا بديت من 12 سنة تقريبا حوار الجمله ده كان صيف 2011 قبل الدراسة بتاعتي كنت ساعتها مليت شوية بسبب الاصابة اللي كانت عندي فما كنتش قادرة ان انا ارجع تاني لألعب كورة فمع تقليل الاكتيفتي ليفل او مستوى النشاط وقدامها ان احاها التانية قاعد في البيت ومعينش حاجة غير من انا باكل فوزني كان بعيني كده حاسس انه زايد ساعتها لما نزلت الجيم قررت كرار واحد بص يا حسين احنا محتاجين نوصل لرقم معين على الميزان مش هينفع ان نخلص الصيف ونخش على المدرسة اخر سنة دراسة غير لما نوصل لرقم معين على الميزان وده فعلا اللي انا عملته وزاعتها كان الكوتشيز بتقولك لو بتخس قوع تلعب حديد عشان كده حيقصل على ارقامك على الميزان مش محتاجة يعني طبعا مفيش علم ولا احنا فاهمين ده ليه بيحصل بس قلت ماشي يلا نقضيها كاردو التلات شهور دولت ونوصل وفعلا قدرت اوصل للرقم اللي انا كنت حطه كجول بالنسبالي لكن جسمي كصورة ما كنتش راضي عليه رضاء كامل بسبب ان انا كنت هزيل نفس البرجن من حسين بس اقل شوية مفيش بقى تقسيم عضلات مفيش عضلات طلعة مفيش هيكل في الحتة دي كلها لأ انت كل اللي انت عملت وان انت كشيل فده غلط كبير جدا اي حد بانصحه لو انت بتفرج علي ونازل الجيم عشان يخس دهون يخس دهون مش ينزل وازن لازم تفرق ما بين الحاكتين انا هاري بابا بتقول لا لا ده لابلك يخس دهون هو ده اللي انت لازم تحطه في الدماغك فانت محتاج توازن ما بين تمارين المكاومة وتمارين الكارديو بتاعك ما ينفعش تلغي واحد من الاثنين مع تصويت طبعا الضيط بتاعك اللي احنا هنجيله في النقطة اللي بعد كده وده يخلينا نتنقل للنقطة رقم اربعة او غلطة رقم اربعة الغلطة رقم اربعة لو عايز تخس بدل اي حاجة مش صح بحاجة هلثي كده هتخس وده طبعا زي ما احنا عارفين غلط تماما ما كانش لسه فيه ثقافة السعرات ما كانش حد يعرف ازاي يحسب هو بيحرق قد ايه والمفهول يدخل قد ايه ما كانش فيه حاجة اسمها فتن سبال ما كانش فيه حاجة اسمها فات سيكرت ما كانش فيه حاجة اسمها لابل النيترشن فاكس وراه او كان فيه بس ما كانش حد بيركز عليها اصلا كلها ارقام بتتلزق وكلهم واخدينها من جوجل حطينها وراه في المنتجات بتاعتهم واحدش مركز على الموضوع ده واي حاجة هلثي هي حتخسسك كده كده اقطع حلويات وبدلها بفاكة اقطع عيش وبدله برز ده كان القموز بتاعنا ايام زمان للي عايز يخسر فالغلطة اللي انا مقعت فيها ان انا فعلا كنت بعمل اللي هما بيقولوا انا كنت بابدل السكر بأ عسل فكل ما حس ان انا عايز حاجة مسكرة ابدأ لضرب في عسل لضرب في عسل لضرب في عسل ايه خرب بيتك افواز عسل عسل فانت ما ينفعش تاخد من العسل الكميات الرهيبة اللي انا كنت باخدها دي ومش عارف ليه يا طرى مفيش تطور ولا نزول في الوزن وسبات في الوزن قلت علي فترة كمان كنت بضرب كمية برتقان في الشتاء كل ما حس ان انا جعان اضرب برتقان حس ان انت جعان اضرب برتقان بخلص افص برتقان في اليوم ومش عارف ليه انا ما بخسش فلو كان عندي مفهوم السعرات الحرية واعرف هترجم الاكل بتاعي لسعرات عشان اعرف انا محتاج قد ايه ومفروض ادخل اقل منه كنت عارف توصل للجول بتاعي اسرع بيه كتير ما وصل بترو ساعتها وده ينقلنا لرقم ثلاثة الغلط رقم ثلاثة كان في مفهوم غلط منتشر عند الشباب ساعتها ان اي حد بيقل مكملات هو تقريبا بياخد هيرمونات احنا عندنا مفيش حاجة اسمها مكملات ولا هيرمونات ولا فيه فرق ما بين الاثنين انت لو بتاخد ويه اكد انك بتاخد تسليسترون عادي باكر ساعتها واحد صعب في المدرسة كنا بقدقين هكت الجيم دي سوا في المدرسة كده فكان جايب وي بروتين فالا انا جايب حاجة اه ما تقولش حد عليها عشان ما يفتكروش ان انا باخد حاجة فقول له جايب ايه انا جايب وي بس ما تقول شابو يا امي لحسن ما يقولونيش ادخل البيت بعد كده هيرمونات مش هيرمونات مخدرات طبعا كان ساعتها البروتين بتاعم الفرود يكون عالي شوية ما كنتش بعرف اوصل له بسبب ان انا كنتش بعرف زمان اكل الاكل اللي هو فيه ب طبعا لو كان في حاجة تساعدني ان انا دخل البروتين ده من شرب زي الوي بروتين مثلا كنت ممكن اوصل للنتيجة بتاعتي اسرع مما وصلت له لكن ازاي بقى انا شايف ان الوي بروتين ده هيرمونات لأ يا باش انا هاخد هيرمونات ليه والفكرة بقى ان ساعتها زي ما بيقول لكم كده ان احنا كان الافل بتاع الاكل بتاعنا اقل شوية من دلوقتي فما كناش من دخل بروتين فصحبي ده لما كان بياخد الوي بروتين كان الوي بروتين بيترجم في جسمه انهو بروتين طب يكبر الرجل ب بيكبر ويعمل عضلات طفولية انهراب ياد انت مده انت اخد هيرمونات ولا ايه هو باخد بروتين الراجل الراجل يعني الراجل ما عملش عالي غلط بس انا كنا ايه مفاهمين ان الموضوع غلط تمانا عشان ازيد البروتين بلى يوم ما قررت ان انا اخد بقى واخد بقى ان انا جايب بقى مكملات والحوارات دي كلها رحت الواحد مشوق في امره اصلا بس هو ده الوحيد اللي كنت اعرف ان هو بيجيب بروتين فاقول تلو انا محتاج بروتين محتاج حاجة بودر كده يس انا هجيب لك واحد بقى كده ايه ومش عارف ايه اتار الراجل بيجيب من واحد حاجاته مضروبة بعد كده عرفت يعني بس بصراحة لو كنت جيبت برضه من اي مكان ما كنتش عارف اتأكد ازا كان المنتج ده اصلي ولا بس انت دلوقتي تعرف بسهولة ان المنتج ده اصلي عندك ده مسلا من بتاع جولد ستاندرد عاملين عليه ستيكر ستيكر ده تخربشه تخش على الويبسايت بتاعهم تحط الكود يقول لك ان المنتج بتاعك ده اصلي ولا لا هسهله الدنيا علينا جدا تمام من الحاجات اللي انا تعلمتها بعد كده اننا دايما نشتري والحاجات دي من اماكن مضمونة عشان ما حدش يضحك علي فيها وحاليا الموضوع برضه تسهل على الناس وايفد بقيت موجودة يا معلم تقدر تطلب منها اي منتج وانت حاطت في بطنك بطي خصيفي لانهما متجر رسمي معتمد من تمام ممكن تاخد خصم على بتاعك لو استخدمت قود خصم مدلعك يا باشا وجايب لك كل حاجة اصلية ده كان خطأ رقم ثلاثة ونخش بعد كده على الغلطة رقم اتنين لغلطة رقم اتنين ان انا ك كنت بتوهم بحوار الاوزان ده وافليكس على الناس كده النشاء الوزن هو بتاعه ومش مهم عندي التكنيك خالص ادخل الجيم وكمان لما انا اشتركت في الاول كنت شغال على جيم كده شبه بلدي ده اللي كان موجود في المنطقة عندنا يعني وانا ما يحبش الجيمات البعيدة فاقولت اشترك فيه فكل الناس اللي جوا عمليني عن تلو بس هم هموهم الاوزان واسيبك يا باشا من التكنيك واسيبك من رينجي فموشن ايه الرينجي فموشن ده انت هتكفر ولا? ما ده حاجة عج انا يا باشا لما بديت حوار الحديد ده كان همي الوحيد ان انا اوصل للضبل اللي بيلعب بيه صاحبي عشان ايه نفضل نفليكس على بعض كده انت شلت كمفة جميعي الكتف شلت عشرين انا شلت اتنين وعشرين ونص حطيت عليك تيجي بقى نبص على الفورم بتاعنا عمالين نعمل كده بس سبحان الله بعد ما اهتمت بحوار الرينجي فموشن ده لقيت ان انا بتطور بسرعة اكبر بكتير من الاول مع ان المفروض انك وانت مبتدئ بتطور اسرع لكن انت وكنتش مهتم بالاسيات اللي هي النقطة ايه نقطة بيه محتاجين نوصل العضلة من هنا لها عشان تنقبض في رينجي فموشن معين لما اهتمت بالرينجي فموشن اوزاني قلت بطريقة كبيرة جدا ففهمت بعد كده ان انا كنت بالعب بطريقة غلط تماما فانا لو كنت مركز في حور رينجي فموشن ده والعدة السلبية كنت اتطورت في اسرع من كده بكتير في الاول لكن اولي الحمد لله الواحد وسن لفورما حلوة دلوقتي وقدر ان هو يكتسب الخبرات والعلم الكافي ان هو يطبع على نفسه عشان ي ومن هنا ننتقل للغلطة رقم واحد الغلطة رقم واحد وهي اهتمام بعضها او جزء معين في الجسم وانك تفكس الجزء التاني انا بصراحة كنت دايما موهوم بفورمة كريستان رونالدو وفورمة رازال انجلوب اللي اتنين دورت بالنسبة لي كل شوية كانوا بيطلعوا لي ساعتها على السوشيل ميديا فهم دورت بالنسبة لي هو البرفكت سيناريو اللي انا اقدر اوصل له فانا بيقص كده انا محتاج ايه محتاج بنت شعريد ومحتاج بايسيبس كبيرة ومحتاج عضلات بك افكس بقى للحاجات التانية دي خلص فاول تقريبا ست سبع شهور من انا بلعب الحديد كنت بفكس لحاجات كتيرة مهمة اوي 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 زي الكتف مثلا كنت اهم حاجة عندي ده اجيب فيه اوزان وخلاص مش مهم بقى ايه ارف رف العب بقى ايه حاجات للكتف الخلفي العب حاجات للترابيس ولا عندي اهتمام بالحاجات دي كلها هو كل اللي انا مهتم بيه اشير حلو في الفلات بنش برس وان انا العب بطني كتير جدا 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 وان انا العب بايسيبس كتير عشان حس ان شيرتها افشى من هنا واقول ايه بقى الواحد ده بقى فور ما بقى لكن قدام اكتشفت ان بقى فيه في العضلات بتاعتي فده خلى ان انا اقف واشد خط لا يا باشا ركز على كل حاجة عشان تعرف تطور بسرعة وتخلي ش فعلا اللي حصل بعد اول ست سبع شهور من انا اتديت تمانين مقاومة. اتديت اقف مع نفسي اقف واقسم الجدول صح وهوزع الحمل التدريب يصح على بقى العضلات وخصوصا عضلات الرجل والضهر والكتف. فده خلى عندي الفورمة بتاعة تبان تحت تشيرت فوق تشيرت الناس تاخد بالها ان الرجل ده بيروح جيم فده خلاني اتطور قدامه. لو كنت عارفه زمان قبل ست سبع شهور كان زمان اتطورته اسرع لكن برضو زي ما بنقول دي خبرات بتترقم علينا وده في الح الحمد لله ان هو حصل بس في اول سنة من الجيم. ما حصلتش بعد كده. وانا انا بقى لي 11 سنة بعد الاخطاق دي كلها تطرقتها وقدرت اوصل لفورمة انا راضي عنها الحمد لله دلوقتي والناس مش مسدقة ان الواحد طبيعي. انا لو 11 سنة ما وصلتش لعضلات دي كان زماني ينتحر. ودولة الخمس اخطاء اللي انا ققعت فيهم لو رجع بيه الزمن كنت صححتهم والطور بتاعي كان زاد اسرع بكتير في اول سنة من الجيم. قول اللي اللي عايزك تعمله دلوقتي انك تعمل لايك لو نسيت اللايك في الاول تدوس سبسكرايب تكتب كومنت عايز مينيو الخمسة اللي جاية تبقى عن ايه. اكتر كومنت هيجيب لايكات حنعمل له في الحلقة الجاية. ولو عايز تشارك معي في التدريب الانلاين دوس على اللينك اللي انا سايبه تحت في اول كومنت وفي الديسكريبشن هتلاقي كصص ناس كتيرة زيك بدقوا مع انفورمة وحياتهم اتغيرين. تقدر انت كمان تسجل في البقرة المناسبة لك هنتوصل معك عشان نبدأ رحلتك عشان نوصل للفورمة يا فورمة مع انفورمة بس كده ده كان كل حاجة النهاردة وفي الاخر. خلي بالكم من نفسكم. خلي بالكم اللي حواليكم. سلام.